أهلاً وسهلاً بكل أستاذ المشاهدين وحالة خاصة جداً من برنامجنا الشهير أكلة أم دايماً على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية كل يوم معانا طبع جديد طعم جديد النهاردة معانا أكلة سمك ولما بنقول سمك أكيد فيه هنا مواقف لطيفة ان احنا بنخرج عن المألوف لماشه ردة ولا زيته لمون ولا سنجاري معانا سمك اسمها اللوت سمكة اللوت دي بنت عم القروس أو بنت خليتها زي ما بقوله الشكل واللون ولكن الطعم طبعاً مختلف في السعر وفي الشكل هنعملها النهاردة جزل صنية بالفريك والفريك بيحب الشريك بس مع السمك بيعديها معانا فريك أخضر وحنا عارفين الفريك مشتقات أو الله الفريك مشتقات الأمح الفريك مشتقات الأمح الفريك معانا هوت هنعمله مع السمك الجزل صنية زي الفل ومعانا الجندفل اللطيف هنعمله النهاردة جندفل اسكندراني هيجب حضراتكم برضو بالكريمة والكربس ولكن الأكلة السمك دايماً بتحتاج بنوع من أنواع المقبلات يعمى طحينة يعمى نوع صلاطة بفوات حشاهية ومطاعم السمك شهيرة بالمقبلات جنب السمك أنا النهاردة هعمل نوع مقبلات اسمه تابل الفلفلة دي يرجع أصولها للمطبخ المغربي والتونسي والجزائري الفلفلة زي نعملها نوع متابل أو مقبلات مع طحينة ودبس رومان واللازم إنه تفاصيل النهاردة في أكلة سمك لطيفة وبقى أقل تكلفة ممكنة ولما ما نجيب سمكة ده ما يخدش ممكن تستخدم البلت بنفس الطريقة تستخدم البوري بنفس الطريقة بس طالما هنقول جزل تختار السمكة اللي وزنها كبير عشان تديكي جزلك محملة لحب تفاصيل في أكلك السمكة النهاردة وخليها سمكة النهاردة أو تروحوا بقيت تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل دايماً بيسألونه في الفاصل وحضراتكم لازم تعرفوا الحاجات دي بيبعدنا يا حب الاستفسار يعني هتبدأ بيه يا عم الشيفة وأي ست بيت نهارده نفسها السؤال ده عندها هي دخلة تعمل صنية سمك ودخلة تعمل فليفلة متبل ودخلة تعمل جندفلة فهتشتغل إيه الأول وعنا بنصحك لما تقف في المطبخ تستغل كل ديئة تبتقف فيها علشان تستغل وقفتك في المطبخ خاصة أيام الحارة وعندك مسئوليات عندك أطفال بيذكروا عندك اهتمام اهتمام بالبيت اعتماد زوجية حاجات دي كلها فمش تقدي يومك كله في المطبخ عشان تعمل صنية سمك مادير صنية السمك بالفريك ماديرها على الشاشة ممكن نحط لها بطاطس نحط لها خضار هنشوفها نعمل فيه بالزبط معانا سمكة اللوت دي متنظفة من البطن ومتشالة الصدف بتاعها ومعانا زي الفل هنشوفها دلوقتي مع بعض ومعانا فريك ومعانا بصل وطماطم وطوم وفليفلة ملونة وشوية حاجات كده اختياري ولكن الاساسيات سمك وجزل والبصل والطوم دول اساسي والفليفلة الحلوة معانا تعالوا نشوفها نعملها مع بعض ازاي بطريقة بسيطة وسهلة بس انا بوسع للسمكة عشان هاتطحها بطريقة احترافية حالوا الكلام؟ طب الفريك نخليه فين يا عم ملاح خلينا انا عارفة تحب انت الفريك وقال ايه الفريك ما يحب الشريك مع الحمام يحدد اقامته انما مع السمك دي حاجة جديدة ادي سمكة اللوت الجميلة الحلوة اللهم صلى على النبي تنظيف بالشكل ده كده نبص عليها كده ونسمي بسم الله نشير عرق الزفارة بسن الشوكة او بسن السكينة لحمها ابيض ولطيف سمكة لطيفة هي تمكن تعمليها على ثلاث مرات حسب عدد افراد الاسرة بس علشان حبايبي اللي عاديين بيتابعوين دولتها شيف مغازة هي بسمكة وزنها كامود بالشيء يا اختي ممكن تستخدمها على ثلاث مرات عادي اسمها شربة الصيادية او شربة صيادية اللي هي بالسمك وده وتحطي لها طماطم وسموها شربة صيادية لانها بتتعمل بالبصل والطماطم عالمركب والصياد بيستاطر وتاخد بقية السمكة تعملها على حتتين تقلي لصها وتعمل لصها صنية كده انا فصلتها لك كانك بتعادل ايه خروف مسلا حلو الكلام؟ هنعمل السمكة دي مع بعض دلوقتي هستغل الزعانف بتاعتها هشيل الديل كده منها واعلمك حاجة حلوة لما تيجي تشير الديل اهو طبعا دي ما تروحش للسماكة تتشتغل فيها ادي الديل طلع بكل سهولة نيجي عالرأس الحلوة دي كده سكينتك حمية نقطعها كده بالراحة ونيجي هنا كده اهي الله ما صلى على النبي اطلع ايه اه تمام الله ينور معايا الديل ومعايا الراس ونيجي هنا مع بعض حبيبي المصورين الاسادزة المصورين فورسان التلفزيون معايا حل على النار بتغلي فيها بصل فيها كرفس فيها هتوم فيها عدكس برها خضرة فيها شوية بهارات حلوين هحط الراس مع الديل كده واسبه مع النار الشربة دي بعد ما تغلي على النار لمدة ساعة بعد ما تغلي على النار لمدة ساعة ممكن الشربة دي جبوها يا شباب اه حاضر يا فان يا مساحة الشربة دي ممكن ان احنا بنصفيها وناخد البيون ده نحطه في كياس نستخدمه في اوقات كتيرة عايزين بنعمل سمك بنعمل شربة بنعمل رز كحاجات دي كلها كانت شربة جاهزة عندك يعني خلصتي بتاخد الشربة تصفيها بمصفة نعمة وتستغل لها اسم البيون او الديمجلاس بتاعها نيجي لبقية السمكة معانا زي الفل لهايت تمام شكلها لما تديلت قطع والراس احنا مش عارفين بقى اروس لوت وقار همور الدلائل بتاعتها تشالت هنبدأ ان احنا نقطعها مع بعض جزل نيجي جزلة كده الجزلة تعمل اتنين سنتي تقريبا اه او سنتي ونص شدت انا بحدتها ازاي اه بالسطور كده اه 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 لما جوزك الصياد يستاد سمكة تعرف تقطعيها اه حددتها كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة حداشر اتناشر رقم زوجي اللهم صلى على النبي محظوظ حلو الكلام بالشكل ده كده زي الفل اوه في حياتك بقى تضيع وقتك وبالسكينة وبعد ما تطلع من المطبخ تليه معبط ايدك ده مش عارفة تسلمي على قريبك ولا على حبيبك ليه انت استخدمت السكينة غلط فانا فرصة وانا معاكي تستخدمها صح اول حاجة انا حددت المكان بالشكل ده كده اه كل اللي انا بعمله ايه باجيب السكينة بتاعتي دي كده واحطها هنا كده واجه على دهرها كده حلو اه حلو كده اه السكينة بتنزل على ايه على السلسلة بتاعك تاها خلصت اه كلي باك لو عندك طفلي نام ولا حاجة سامحيني جوزك يا جزا النهاردة مش شغل يقولك بتعملي ايه قلوله الف هنا اه 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 لما تصحى من النوم اعملك مفاجأة اه دي كبيرة شوية ننزل الساطور فيها عشان تجيبي الايه البتاعب اه حلو اه شفت ازاي بالسكينتين بنلعب اه مش لازم بقى تروحي للسماكة قطعها لك ارجوك عشان ما اخشش في تفاصيل كتيرة انت جيبت السمكة بايدك قطعتها اه مش هياخد منها حتة ولا حاجة ايه يعني نضافة انت اه كل حاجة تحت ايدك زي الفل ايه نبدأ نقطعها مع بعض بقى كده اه دي ما تقطعتش ليه حلو نقطعها كده اه شيل السكينة دي من هنا منبص لشيف قطعها ازاي اه 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 بالسهولة خالص مش لازم تروح للسماكة ويقطعها لك اه اهم حاجة اني انا جيت عد السلسلة بتاعتها الصعبة وقطعها بالشكل ده كده عدك سطور ما عندكيش هاتي ايدي الهون اللي جاي مع التجهيزة العروسة خلي بالك بيجيبوهون دلوقت اللي ما بيجيبوش بيجيبوه كبة وخلات صح لازم الهون يتجاب الفاص التوم لما بيضرب في الهون مع الكزبرة والكمون لو طعمتاني وطبق الفل خلي بالك اه السمكة دي زي الفل اه تمام عند السمكة جاهزة متقطعها بشكل حلو بشكل احترافي ناخد نصها بقى نستخدمه زي ما احنا عايزين حلو الكلام لغير دلوقتي خدنا وقت في طاطع السمكة تعالوا مع بعض نشوف هنشتغل ازاي بنجيب كسرولة اللهم صلى على النبي والله ممكن استخدمها كلها شوية منها ايه رأيكم ناخد الحتة الحلوة دي كده نحبها انا الحتة دي وهنا كده الجزء دي الله ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده ايه الحلاوة دي الله الله شفت السلم زي الفل ونجيب ونخلي الجزء ده يتقلي يعني في حالة من الحلقات التانية ممكن نقليه على فكرة يبانا هستخدم الجزء ده اللي هو اقتصانية بالفريق والجزء التاني ده ممكن يتقليه نشيل البلانشة باللي عليها ده كده ونخليها وراه ونشوف هنتابل دول مع بعض ازاي واحدة واحدة اللي هنشغلين اهو حلو هنتابلهم ازاي مع بعض يا عم نشيف حلو معانا توم معانا فلفل حلوة معانا عصرة ليمون هنتابل السمك الجزل نقف محطة هنا سمك الجزل ده ممكن يكون وقار ممكن يكون همور ممكن يكون قشر بياد اخوانا في الخليج وفي السعودية وفي الكويت وفي الامارات قشر بياد والشعور بيحبوه حلو اه نحط التوم بالشكل ده كده الفلفل الحلوة بالشكل ده كده حل عصير ليمونة عليها كده مفيش للزفارة مكان بينا شوية الملح الحلوين بتابلنا السمك ده على فكرة ممكن يتقلي يعني بالطريقة دي ممكن بردو نقليه عادي البهارات بتاعتنا كمون كوزبرة طالما بنعمل صانية فيها فريك كمون والكوزبرة اساسي ممكن شوية كوركم حلوين كوركم مفيد للجهاز الهضمي ينشط الجهاز الهضمي وخصطة من الكبد فلفل اسود الله ما صلى على النبي تدبيلة كده من بين ايديك انت كده وبراغبتك انت حسب الراغبة يعني حالو عشان نمشيين مع بعض كده الجندفل ده هنعمله على فكرة صانية دلوقتي هنعمله بالخضار هنشوف نعمله مع بعض ازاي عشان برضو حبايبي اللي جايين متأخرين هقولوا ايه اللي شيف جايبه ده الصانية على النار شغالة هنتبل السمك ده كده حلوة تدبيلة دي اه خدت لون السمكة زي الفل احنا لغايت كده زي الفل مع بعض هعمل ايه في نفس الصانية اللي بتسخن على النار بحط فيها زيت خلي بالك بقى ده زيت هوت شوية كده حلوين مع مكعب زيبت مع الزيت ده مكعب من الزبت اه حال ممكن نحط زيبت زي دي كده سايبة مفيش مشكلة اه تمام هنعمل ايه عم الشيف هناخد السمك الحلو ده كده ونبدأ ان احنا نحمر السمك ده تحميله حلو اه احنا مع بعض اه انا عايز مكان تحميل السمك انزب البصل والفريك يوم الفريك ياخد طعم السمك اه الله الله على الحلاوة الله على الجمال اه زي ما انا شغال كده اه اه حال ونسيب دول في النار وربنا يكفينا شر النار ناخد الفريك ننزل بيه في التدبيلة مكان السمك اه الله اه اه اهلب الفريك ده عم الشيف مكان تدبيلة السمك اه واجهزوا واحضروا الفريك الاخدر بيجي من السمبولة الامح قبل ما بتستوي وهي لسه خضرة بيتحسد ويتعمل فريك يعني الامح من الاخر بتلاوه حباية خضرة كده هاي لسه ايه منشفيتش ده الفريك اه اما البرغل اه بيجي من الامح الناشف او الامح الصلب او الامح المستوي برغل ناعم وبرغل خشت اه زي الجريش كده في دول الخليج شربة الجريش اللي هو الامح المجروش ليه سموها جريش لانها بتيجي من الامح المجروش ايه يا شربة الجريش امح مجروش بتاخد شربة لحم تغلط تغلع النار ولازم يكون شربة لحم لحم ضاني بالذات كمان حالو الكلام بيحبوها جدا في الخليج دي شربة الجريش ده الفريك جاهز معايا بننزل على الفريك ده ببصلها يا نعمة فصي توم حلو ونقلبهم كده شفت المدرسة المغازية بتقول لي بقى اه ده فريك حطيت عليه بصل وتوم ومكان تحمير او مكان تدبيلت السمك يا مية ازاي ايوة ده كثيف اهلا وسهلا يا مية اهلا وسهلا يا مية اهلا وسهلا على الكوكيز الكوكيز بس كويت الكوكيز حاضر عنايا احنا عملنا قبل كده ونعمله تاني حاضر ايه ريك في السمك اللي انا بعمله ده يا مية يا مية طيب تعالوا مع بعض احنا شغلين دلوقتي زي الفل عارفين احنا ماشيين ازاي دي مدايئاكم الاستاذ زي المصورين في حاجة نشيلها من هنا انا عايز الصورة تبان كده واضحة اهو عينية اهو بس خلونا الاول نشوف اللحظات الجميلة للسمكة الحلوة دي كده اهو الله في خير هنا مكان تحمير السمك في قلب الصينية اهو شفت السمك اهو اهو اوع في حياتك تنزلي بسمك تحمر في صينية باردة لازم تكون الصينية سخنة عشان كده انا بسخنها على النار قبل ما اشتغل اه لما بيلولي فاضل عشر دقايق على الهواء بسخن الاواني الطهي قبل الشوق انت نفس القصة في المطبق اهو حلو هعمل ايه اعمل شيفة طيب نطلع فاصل عشان في حدوتة في حكاية هنا وفيه هنا اه تفاصيل والتفاصيل دي هتودينا لطعم جديد وشكل جديد بنعمل صينية سمك جزل بالفريق وقال ايه ما يحب الشريك او هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفصل موسيقى ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل والتفاصيل الصغيرة والمعنى كبير والطعم جديد مع اكلة سمك النهاردة اكلة السمك دي مشترياتها كيلو من الجزل الجزل ممكن تكون جزل بوري وزن كبير الحباية تعمل ستمائة جرام ممكن تكون جزل بلتي جزل همور جزل سمكة اللوت وقار الشربيات السمك اللي عندي دراك اللي هو الكنعة زي ما انت عايزة انا السمك هنا بيستوي في جوسي في تدبيلة في طعم في راحة حلوة وانا سايبه بيستوي ثلاث تربع سوا دا كزا عشان الموضوع مهم جدا هنسيبه على النار كده ونقطع شوية حاجات حلوين مع بعض ارض الفلفل حلو ازا دا كده الفلفل الاحمر دا كده حلو بيدي للصوان والتواجد بالشكل دا كده هنخلوهم معانا معانا بطاطساية حلوة انا بعشق البطاطس اللي جوه الفريك على فكرة بتبقى مستوية كده وبتخلي الواحد يبلع مع علاقة الفريك دا يعني لازم يكون في حاجة معاه خضار خلي بالك لان الواحده كده الواحد بيأكله بيحس ان هو ايه بياخد وقت كده ومنوش طعم تكلم الصراحة يعني ولازم يتنع كويس بعد ما يتغسل مرة واثنين وتلاتة بتحطيه كده في شوية مية سخنين وتسيميه شوية يتحضر يعني من الاخر يبان زي ما هو معانا كده مخرجنا الجميل واساسات المصورين حبيبي الفريك ما يحب الشريك اه بقطع معاه بطاطساية بالشكل دا كده اهو لسه ما خلصتش انا واحدة واحدة كده اهو هناخد السمك بتاعنا الحلو ده كده واحنا شغالين اهو حلو اهو هناخد السمك كده نشيله من قلب الايه الصانية اهو انا عارف انتو شطار كله دلوقتي بيقولك شيف المغازي هيعمل ايه اهو السمك اهو معايا اهو ايه الحلاوة اهو اه ده هيجهزة الله اه 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 ده السمك جهز اهو اهو الوقت اهو 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 شفت بس هو ده اهو خليك منابي باستاذ ومدرسة وريسكس بحط مكعب زبدة الله اهو يجري في قلبه الصنية كده واسيبه حل؟ اتكزه معي واخد الحاجات الحلوة دي كده اهو دي بطاطس تطعمه كعبات اهه كل دمع بعض يعمشي تعليبة حلو؟ تعليبة ايه حلوة عشان اللي ينسجام اه 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 شفت الجودة كي اه صنية السمك دي بهديها لكل اللي بيتابعوني على السوشيال ميديا وبيتابعوا صفحة اكلة امي وبيتابعوا الصفحة الرسمية للقناة الاولى وبيتابعوا صفحة الشيف المغازي اهو بشوفوا عليها الحلويات اه اه شفت البصلية مع التومة نتيجة تحمير السمك نزلنا بالبطاطس نزلنا بالفليفلة الحلوة بالشكل ده كي هو ده زي الفل هننزل بالفريك الله اه كله في الصينية اه 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 دي مدراسة اه اه الفريك هنا اتغسل مرة اتنين تلاتة وسبته شوية على جنب مدة نص ساعة بعد كده مكان تدبلت السمكة قلبته نزلت عليه ببصلة نعمة وتومة زي ما حضراتكم شايفين ونقلب اه 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 انا عارف انك بتحب الحاجات الحلويات دي اه شفين اه 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 قصية مع الفريك يقوم الواحد يلاقي حاجة طرية في المعلاء مع الفريك اه الفريك ده انا محب شكله لوحده ابدا خلي بالكم اه لازم يكون معاه بطاطس او خضار والتكنكوسة بطاطس جوا الفريك كده بتخليه طري والمعلاء بتبقى لطيفة وجميلة اه بتبقى سريعة المضغ والمضغ مرحلة اولى من الهضم وكل ما مضغنا الاكل جيدا كل ما الاكل اتهضم جيدا شفت انا شغالة واحدة واحدة ده الفريك ايه رايك في الصورة حلوة دي كده ممتعة دي لوحة فنية اه قال ايه الفريك ما يحب الشريك اه زي ما انا شغال كده نرجع نرس السمك على وش الصنية واحنا مع بعضة تقدروا تعمليها النهاردة على فكرة نعم سامعكو انت بتقولي والله انا مش اقعد معاكو بس سامعكو بتقولي طب انا جيب سمك تلوت منين بالبلط يا ام خير ما زرعنا جيبي وزن الحبة نص كيلو وتعمليه بنفس الطريقة تشيل الراس تحطيها في الحلة زي ما انا عملت دلوقت والديل بتاعها وتاخد بقية السمكة تقطعها جزل وتشتغل فيها زي ما انا شغال كده اه وعملت الصنية الحلوة دي كده بالسمكة البورتي ممكن البوري ممكن البوري بس الحسك بتاعه والشيك هيبقى كتير قوي اه شغالين في الحلوة كده تمامي عم الشيفة عندي شوية كرفس بحطهم هنا ده كرفس فاكرين ولا فكركم اه فاكرين اه الحلة دي كانت معانا فاديل السمكة فيها معالم السمكة فيها امارة السمكة اللي هي الراس والديل مغلية مع بوكي جارنيه يعني الشربة دي شربة سمك اه باخد منها كده وحط انا زي ما انا اشغال كده اه دي مدرسة اه 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 madams اه 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 كرفس والطعم ده اه شغية الملح الحلوين شغية البابريكا الحلوين شغية الكمون الحلوين رشة الفلفل الاسود الحلوة زي ما انا اشغال كده واقلب الخليط الحلوة ده كده عمشيه اه انا عندكو صبرة ناشفة حلوة قوي مع البطاطس والفريك حالو نقلب دول كلهم مع بعض ركز معا بقى في اللي جاي عشان ديت ركاية عشان عندنا اشغل كتير اه اه زي ما هي كده يا غالي اه اه زي ما هي شوف الحلاوة شوف الشقاوة اه 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 شقشقها نسمها سخسخها دلعها اه 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 خلص الكلام انا مشاشلة من النار صبها كده والنايلا بنا نروح بس الروح حواليها عشان الصورة تطلع حلوة اللي جاي بعد كده صنية المتابل او متابل الفلفلة الحلوة حلو النار عندك الفرن جايز درجة حرارته مية وتمانين اللي هيقول لي دي هتتحطي فين في الفرن هبعتها له مجانا خدمة التوصيل مجانا اللي هيقول لي دي هتتحطي فين في الفرن هنبعتها له لغاية البيت مجانا الله عليك الله عليك هو ده صح شافيه قال ليه في النص ده عشان النار تحتويها تحت وفو وقعد كده ايه زبطها كده حكاية انا بالامانة الوسطانية دي قدامي ايه الصورة الحلوة دي 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 دايما نشي في المغازي صاحب مقولة الصورة على شاشة القناة الاولى تعني مليون كلمة ولكن الصحافة تقول تعني من الالف كلمة انا بقول مليون كلمة ليه صورة وطحة نقية فقط تفاصيل بنخش جوه التفاصيل 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 كمان اقول ايه الحلاوة دي ايه الحلوة دي الفريك من تحت ملوش خلاص اتهى فين يا عم ده فيه السمك يا باشا فريك ميل اهو انا خد اندخلها الفرن يلا بينا انا عجبنا اوي في القصة دي الشوية البطاطس عجبنا اوي الشوية البطاطس اللي جوه التفاصيل انا هاكل الفريك مع البطاطس واسيب السمك ده للضيوف هناخد الصينية الحلوة دي كده زي ما هي كده فيها من خيرات الله خلي بالك دي سخنة وتشيلها براحة اهو ما تتشغلش بالتليفون عشان دي فقى مستقبلنا ونحطها كده في النص ويلا بينا اه جاية معنا ايه ده الصورة تسبك الحديث هو ده اه ايه نطلعها مع بعض يلا ايه اهو الله هو مصلى عننا ايه يلا اهو ده والصورة الحلوة لما بنقول تعني مليون كلمة على شاشة القناة الاولى مش من فراغ الخبرة التهوية ايه اللي بتقول الكلام ده هناخد الفليفل الملونة ندخلها الفرن نشويها عشان نعمل الجندفل الله زي ما هي كده يلا ايراك تجيب الصورة الحلوة دي كمان اشافيه بعد اذنك حبيب هارت ترجمة نانسي قنقر